أعزائي الطلبة والطالبات في كل مكان أهلا بكم Hello everybody معنا أول lesson من الماس لgrade 3 Unit 1 عندي The multiplication and division أول lesson عندي Multiplying by 10 أنا عندي أول lesson عندي الضرب في عشرة طبعا عندي multiplication 10 سهل وبسيط جدا هنشوف مع بعض The number of stars عندي 10 plus 10 equal 20 لو عدينا هنا النجوم هنلاقيهم 2 groups مجموعتين The first group contains 10 stars and the second group contains 10 stars يبقى أنا هنا عندي مجموعتين المجموعة الأولى فيها 10 stars والمجموعة الثانية برضو فيها 10 stars طب لما أجمع بقى هنا هقول 10 plus 10 equal 20 10 times cam هيديني 20 10 times cam يديني 20 من multiplication 2 من جدوى الاتنين أنا عندي 10 times 2 equal 20 The number of circles هنشوف هنا عندي كم مجموعة 1 2 3 كل مجموعة فيها كم سيركل فيها 10 سيركل 10 دوائر دوائر يبقى أنا عندي كم عشرة هنا؟ هدي 1 2 3 يبقى 10 plus 10 plus 10 10 و 10 نحن لسه إلينا فوق 20 طب حط عليهم كمان 10 يبقى 30 لما نضيف عليهم كمان 10 هتكون 30 هتساوي 10 times cam تديني 30 برافو عليكم 10 times 3 أنا لما أضرب 10 times 3 equal 30 إحنا عارفين إن الملتبليكيشن هو repeated of addition هو تكرار للجامع هو إحنا ليه؟ عملنا الملتبليكيشن عشان نسهل الأديشن علينا نسهل الجامع لأنه فيه أرقام كبيرة مش هقود أجمع بقى كذا زائد كذا زائد كذا مش هقود أجمع مثلا 20 plus 20 plus 20 plus 20 لأ إحنا عملنا عملية الملتبليكيشن عشان تسهل لي الأديشن بتاعي عشان تسهل لي عملية الجامع 10 times 2 equal 20 بقى أنا قررتها مرتين 2 times 3 equal 30 بقى أنا قررتها 3 مرات 2 times 5 equal 50 بقى أنا قررت 10 5 times 5 مرات بقى أنا عندي 10 plus 10 plus 10 equal 30 طيب هي هي بتسويلي equals 10 times 3 equal برضو 30 بقى أنا عندي كام كام جروب هنا 3 3 جروبز يبقى 1 2 3 يبقى 10 times 3 لو إحنا جمعناهم هنلاقي 10 plus 10 plus 10 هتديني 30 complete هنكمل طيب 10 أنا الرقم اللي بجيبه في الأول في الملتبليكيشن هو اللي بيتكرر عندي إذا أنا أقول 4 times 10 هقول equal 4 plus 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 4 10 times 10 مرات لكن أنا هنا أنا عايزة أكرر 10 يبقى 10 times 4 هتدرب 10 times 4 يعني هتدرب 10 ف4 يعني أنا هتكرر 10 كم مرة 4 مرات 4 times يبقى 10 plus 10 plus 10 plus 10 هنكتب بقى هنا 10 plus 10 plus 10 plus 10 equal 40 equal 40 طبعا إحنا أخذنا من جدول 4 4 times 10 equal 40 the order in multiplication don't affect ما بيأسرش الترتيب بتاعي في الجدول ما بيأسرش فعملية الضرب الترتيب ما بيأسرش يعني بدلت 10 جبتها مكان الفور مش هيحصل لها حيج يعني 10 times 4 equal هي هي 4 times 10 هيديني نفس الريزلت نفس النتيجة يبقى 10 times 5 هتسوي 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 5 times 5 مرات هتسوي 50 your hand has 5 fingers انت اديك فيها 5 صوابع لو كل صبع أخذنا فيهم 10 حطينا 10 في كل صبع count with yourself هتعد مع نفسك هيديك 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 يعني كينا بقول 10 20 30 40 50 فقدر أعدهم على صابع ايدي جدول 10 ممكن أحط صابع كده 10 fingers وحط في كل fingers 10 واقول 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 times 6 أنا حقرر 10 اللي كان مرة 6 من المرات يبقى 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 equal 60 حط in your hands 6 fingers طلع كده 6 fingers وحط على كل fingers 10 10 10 20 30 40 50 60 هتديني 60 وأنا كررت 10 كم مرة 6 times 6 مرات عندي 10 times 7 equal هكرر برضو على 7 على 7 fingers of your hands على ايدك الاثنين هنطلع 7 fingers ونحط في كل finger 10 10 20 30 40 50 60 70 هيديني 70 you have 70 on your 7 fingers على 10 10 times 7 equal 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 7 من times من المرات equal كم 70 خلاص كده احنا نقدر نكتب الملتبليكيشن 10 هنقول انا عندي هكتب من 1 لغي 10 وادرب 1 times 10 equal 10 2 times 10 equal 20 3 times 10 equal 30 4 times 10 equal 40 5 times 10 equal 50 6 times 10 equal 60 7 times 10 equal 70 8 times 10 equal 80 9 times 10 equal 90 10 times 10 equal 100 complete هنكمل 10 times 10 من multiplication 10 هيديني 100 100 عبر عن 10 10 10 10 10 I have 2 hands Each hand has 5 fingers 2 hands 10 fingers 10 fingers في كل fingers هكون في 10 يبقى نحن قلنا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 عبارة 10 10 10 10 times 10 يبقى 10 في 10 اللي هي كم بتسويلي كم equals 100 كنا بناخد في grade 2 كنا بناخد 10 equals 6 plus 4 يبقى أنا عندي 6 plus 4 بديني 10 هي نفس الطريقة سيكس 10s plus كم كم 10s يديني 100 أو 10 10s هقول equal 4 يبقى حنحط هنا 4 6 10s 6 10s هيكون 6 10s plus 4 10s equal 10 10s هيسويلي بقى 6 10s يدول بكام ب60 طب وال4 10s هيبقوا كام 40 equal كام 100 100 عندي 7 times 10 equal 10 equal 10 times a إحنا قلنا الأردر don't effect ما بيعمليش تأسير in multiplication في الملتبليكيشن الترتيب مش مهم يعني قلت 7 times 10 هي هي 10 times 7 يبقى نحط 7 equal 10 times 7 equal 70 70 فيها كام 10s فيها 7 10s 7 10s 7 10s 7 10s 7 10s 7 10s equal 4 10s plus cam يبقى كأني هجمع 4 وكم تديني 7 طبعاً كلكو شاطرين قلتوا 3 يبقى 3 10s أنا بسيب كلمة 10s اللي هي عشرات واجمع الأرقام 7 بتسويلي 4 plus cam هتساوي 7 هتساوي أنا هسيب كلمة عشرات واقول 7 equal تساوي 4 plus cam plus 3 plus 3 طيب ال 4 10s ال 4 10s بكم ب40 plus 3 10s 3 10s بكم ب30 equal cam equal a equal 70 أنا عندي 3 times 10 equal 30 4 times 10 equal 40 5 times 10 equal 50 and so on وهكذا ناخد example 6 times 10 equal 10 times 6 equal 60 طيب على نفس النمط حمشي بقى نحن عارفين من 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 grade 2 ان احنا any number multiplying by 1 equal the same number اي عدد بضربه في واحد هو هو نفس العدد any number multiply by 1 equal the same number هيفيد نقف حل المسائل اللي عندي دي نشوف كده some questions هنشوف كده السمز اللي عندي نضرب 1 في 6 1 times 6 equal 6 وال0 ينزل هنزل الزيرو طيب 16 طبعا نحن ماخدناش جدول 16 نحن وغضيين قبل كده 1 عدد ينزل العدد ده يبقى 1 times 16 أو 16 times 1 equal 16 هنزل 16 وال0 ينزل بتاع 10 طيب هي هي 16 times 10 هي هي 10 times 16 16 times 10 equal 16 times 10 equal 10 times 16 هنقول 1 times 16 هتنزل 16 وال0 بتاع 10 ينزل ما بدرب اي رقم في 10 اضرب ال1 في الرقم ونزل 0 بتاع 10 ينزل قدام الرقم طيب 73 times 10 هنا 73 في 10 73 times 10 هي هي 10 times 73 طيب هدرب 1 ونخبز 0 هنشيل 0 ودرب 1 في 73 هي هي 73 هتنزل ونزل 0 قدامها يبقى 730 سهل جدا كده نكون انتهينا وشكرا لكم جزيلا مع تحياتي مساناء العذب اشتركوا في القناة